محكمة العدل في لاهاي أخذت أرار طبعاً دون متوقع الحق كان يقضي أن تأخذ قرار تطالب العدو بوقف الحرب على غزة لكن على كل حال أخذت قرار تطالب العدو بوقف الحرب على رفح ماذا فعل عدو؟ أعنف الغارات الجوية على رفح بدأت بعد إعلام قرار محكمة العدل الدولية هيا إسرائيل كل الذين تحدثون عن إسرائيل التي تحترم فنحن نتمنى أن تقف الحرب في أي لحظة ولكن لو أصار على الحرب هو يأخذ هذا الكيان إلى الكارثة ويأخذ الجبهة المقابلة يأخذها إلى نصر تاريخي كبير ومؤزة حكومات مشكلة زعماء مشكلة قوى سياسية هذا الإعتراف الذي يكبر في العالم بدولة فلسطينية هذا من نتائج طوفان الأقصى وما بعد طوفان الأقصى كل اللي سأحكيه الآن من نتائج طوفان الأقصى وما بعد طوفان الأقصى مقاومة العملية النوعية التاريخية في سبعة شهرين صمود أهل غزة وشعب فلسطيني في الغزة والضفة صلابة المقاومين شجاعة المقاومين صلابة السياسية في القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية وإلا إخواني وأخواتي كلهم نحكي لو أن هذه المقاومة استسلمت أو هزمت أو خضعت أو أركعت لكان العالم كله سيعترف في انتصار ناتنياهو ويبارك له وفي مقدمه العديد من الدول العربية والإسلامية نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجآت وبمناسبة المفاجآت نحن رصنا من زمن أنه نقعد نهديد ومدرشه يعني هلأ قدر يطلع له لنتنياهو لا 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 حاجة تحكي المفاجآت يجب أن تنتظر منا نحن من مقاومتنا يجب أن تنتظر المفاجآت مقن عن بالك والي التحرك الطلابي يجب أن نتوجه بالشكر إلى كل أساتذة وطلاب الجامعات في أمريكا في فرنسا بريطانيا ألمانيا أستراليا كندا في كل أنحاء العالم ما الذي يحرك هؤلاء المشاعر الإنسانية مشاعر الإنسانية مع أنه هو كان تحت سلطة الإعلام الغربي لعقود من الزمن لكن لما وصلت هذه الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اهتزت هذه المشاعر الإنسانية هذه الفطرة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر